ثمان سنوات لعودة أبنائها وعودة يعني من يرعاها سواء كان أب أو كان ابن أو كان أخ بلا شك أن الفرحة تعمل جميع ونحن أيضا فرحانين يعني نريد أن نحن سعداء من الصباح ونحن نتابع هذا العرس الإنساني من الصباح وبالتالي هي مشاعر إنسانية لابد أن يعني زي ما يقولوا كذا هي موجودة ومنتظرين هذه الساعة البيوت اليمنية عندما تدخل عليها عيد الفضر المبارك وقد التأمت الجراح وعاد الأسرى إلى أحضان أبنائهم أو أطفالهم هو في حد ذاته يعني أمر طيب وأمر جيد وأمر ممتاز لللحمة اليمنية وأيضا للمشاعر الإنسانية ونشد على أيدي اللجنة المفاوضة لتحرير الأسرى بالكامل على استمرار هذا العرس الإنساني نحن اليوم هو اليوم الأول نريد أن تكون وتيرة التبادل الأسرى سليسة لكي تحقق أهدافها لا نريد التأجيل هناك كان هناك تأجيل قبل الإعلان عنها ثم تأجل ثلاثة أيام ثم تأجلت 24 ساعة فلا نريد أيضا أن نكتشف أو أن يظهر تأجيل آخر لهذا العرس الإنساني ترجمة نانسي قنقر